النهاردة أنا باعتبارها حلقة مميزة لأن جامعة طنطة ساعدت الحملة بتاعتها نعيشها صح اللي لها أعتقد مردود كان يعني إيجابي بشكل كبير لكن الأول خلينا نعرف الناس إيه هي حملة هنعيشها صح أنا بشكر حضرتك وبشكر كل برامج السي بي سي والحكيم في بيتك والمعدين والناس اللي في الحقيقة اللي أنا كنت أحب إن ساعدتك تنوى على شيء اسمحلي إن أنا نوى عليه هي بدأت منين عملة هنعيشها صح في اللقاء الصابق اللي كنت مع ساعدتك وكنا بنتحدث في أموره وشأن الطبي والوضع والخريطة الطبية في مصر يوميا في خارج الكواليس إحنا اتفقنا على هذا البرنامج إن إزاي له إحنا ما بنعيشها صح ويمكن حضرتك كان كثير من الحديث بحاصر حوالين مبادرات القيادة السياسية في مصر قوائم الانتظار فيروسي حملات التوعية السمنة المفرطة زوية الاحتجاجات الخاصة والاهتمام بيهم إزاي إن أنا يبقى شوارعي وطرقي وتفاهم الجمهور والتوعية إلخ 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 واجئت إن بالمسؤولين عندك هنا بيتصفوا يقولوا إحنا عملنا مبادرة هنعيش يا صاح فكانت في منتهى السعادة عندنا في الجامعة وفي الحقيقة أنا بشكرهم مرة أخرى إنه جعلوا انطلاق هذه المبادرة وهذه الحاملة من جامعة طنطة لإنه هما ما غابوناش حقنا في إن إحنا كلنا فكرنا في هذا فكان لابد إنها تنطلق من وسط الدلت ودايما هناك شيء جميل بيطرح عشان نعيش صح إن المواطن في مصر كان هناك منطقة مركزية ومناطق إقليمية وكان بيشعر المواطن في المنطقة الإقليمية أو الجامعة الإقليمية إنه مواطن مش درجة أولى أو درجة متقدمة فهنعيش صح خروجها من جامعة طنطة وخروجها من الاتفاقية اللي تمت والإشعارات اللي تمت كان لازم يكون لها إعداد صح عشان نعيش صح المبادرة لما طلعت من عندنا في جامعة هنعيش صح كان لها أهداف إيه هو الهدف الرئيسي ويمكن هنخلي لأخر الحلقة المنتج الفعلي اللي تم في خلال وقت قصير جدا يعني إحنا عملناها زي مشروع كامل متكامل أول حاجة فيه أهداف أهدافه أهدافه إنه المواطن له شيء معلن وشيء ثانوي أقوى من المعلن إيه هو المعلن؟ إنك أنت لازم تبقى نفسيا صح جسديا صح فكرا صح ثقافة صح فبدأنا بحملة توعية لكل الناس التدخين أثره السلبي إيه عندنا وده كان في المحاضرات غير التدخين تطرقنا لأشياء أخرى ترتبط بالتدخين دي الفعاليات اللي كانت منطبط بالحملة نعم طيب علشان تحسها صح هتتغذى إزاي ويمكن إحنا تتكلمنا في التغذية على التغذية العضوية لكن كان فيه هناك إشارات على التغذية الفكرية دائم إزاي إن أنا ربي إنه يأكل أكل سليم عشان يبقى جسمه سليم لكن في النص لازم يبقى عنده فكر سليم فيغز عقله سليم ثم يتناول الأكل السليم علشان يبقى فيه جسم سليم ثم إفرازه المجتمع في رياضة ليه؟ الشباب النهاردة عنده توحد وسبب التواحد والموبايل بقى تحس إنك إنت تدخل البيت كل واحد مسك تليفونه لابتوب كمبيوتر قاعد معا معاتش فيه من الدماج الاجتماعي طب أنا محتاج روح اجتماعية وجماعية تلمنا لأهداف فلازم نعيش صح فكان فيه مرس رياضي قافلة طبية بمشاركة الطلاب وموظفين وإداريين كل منه في مكانه ده في نفس اليوم نمرت اتنين حملة توعية نمرت تلاتة هنجملها إزاي العشوئيات إزاي ننزل في القرية وأقول للمواطن أنت سايب جدارك ليه هيكلفك إيه وأنت لو عملت كذا إيجابي طب لما ما ترميش ورقة مرضوط عليك إيه طب إزاي تجمع الكمامة بشكل سليم توعية وتنبيه فده كان أهداف أهداف هنعيش صح صحيا ورياضيا ونفسيا وفكريا ثقافة تعليم صحة أهداف الدولة فده كان البرنامج الكامل لأنعيش صح إحنا في الحقيقة لما بدأنا هذا البرنامج أنا كنت حاسس أن الطلبة مش هتبقى فيها تفاعل لكن يمكن حضرتك لما هنرجع بيه اليوم اللي تم فيه ما كانتش مبادرة ده كانت صورة داخلية من الطلاب على أنه فعلا ما كانش متوعي صح يعني نقول ممكن نقول أن الطلاب ما صدقوا لقوا حاجة زي كده علشان يشاركوا فيها فعلا فعلا حضرتك أنا فخور بأولادي وبالوم نفسي ليه الفكرة ما جات ليش من زمان برغم أن إحنا كان عندنا اهتمام بالبنية التحتية منشآت وطرق وعملهم وعملهم أحدث في برامج أحدث في مصرح أحدث في فن بشاركهم لكن كانت ليه الفكرة دي ما جاتش كان يظل لكل الحراكة اللي فات وأنا قلت لهم أرجو منكم أنه كنتوا تسامحوني أن إحنا ليه ما قولنا الكوش ليه ما نعيشها الصحة لمجرد الاسم الاسم في الحقيقة كان له مردود إيجابي جدا كان عبارة عن كشاف نور ظلام الفكر بيضق لهم طريق مجرد عنوان إحنا دايما بنقول في البحث العلم أن التايتل أو العنوان بتاع البحث يبيجذبك لأنك تقرأ البحث صحيح يبيخليك فأنا النهاردة عنوان كتيرة أطلقناه لكن مش زي العنوان ده اللي لقى مردود مش إيجابي مردود يتعدى الحدود الفكرية بتاعنا لقمته هم اللي عرفوني قمت العنوان هذا ولذلك ده اللي دفعني أن أنا أجي أشارك مع حضرتك في الحلقة دي طب إيه الفعاليات الأكتر فعاليات في المؤتمر أنا عارف أنه كان فيه في الحملة دي فعاليات كتير لكن إيه أكتر فعاليات شدت الشباب الدور الرياضي هو كله عايز يلعب رياضة بس لما لقينا أنه معدين البرامج نفسهم وبردامج جايين لابسين ترينج وهيجروا في المرسل هو مش جاي يصور مش جاي يعمل شيء لمجرد أنه يزيعه وحلقة وانتهى لا ده جاي يشارك ده كان له مرضود إيجابي جدا نمرت اتنين الحملة لما تكلمنا على التغذية والتدخين وأصارهم السلم كان فيه إيحاءات داخل هذه الحملة كلها لإيه هو التغذية الفكرية زي ما قلت لحضرتك وإزيه من بقاش إيجابيين في كل شيء ليه ما بتغيرش ليه أنا رفض الشيء الإيجابي في حياتي ليه الرافض إن أنا بقى كويس باللغة البقية